اهلا بكم عزيزي الطلبة و الطالبات في درس جديد على قناة اهلا بكم عزيزي الطلبة و الطالبات في درس جديد على قناة اهلا بكم عزيزي الطلبة و الطالبات في درس جديد على قناة انا قدرد على منظر ده انا عندي اكس سكويرد بلاس 10 اكس بلاس 24 وعندي المنظر ده اللي هو اكس سكويرد بلاس 10 اكس بلاس 24 اكوال 0 ايه الفرق ما بين الشكل ده والشكل ده الشكل ده لما يجيل ده بنسميه اكس بريشن طيب والشكل ده عباره عن ايه الشكل ده عباره عن اكواجن ليه اكواجن عشان عندي اكوال 0 يبقى انا عشان ابدأ شرح اللي سون ده لازم اكون فاهم الفروق ما بين الاكس بريشن والاكواجن من اول لسون 1 لحد لسون 7 هنتعامل مع اكس بريشن كلهم زي الاكس بريشن ده from الايه from second order او من السكن دجري بعد ما نخلص اول سيفل لسون هنخش على لسون 8 and لسون 9 والاتنين بيتكلموا عن الاكواجن وبيعتبروا ابليكيشن على اول ايه اول سيفل لسون طيب مع بعضينا نبص على الاكس بريشن ده الاكس بريشن هو اكس سكواجد بلاس 10 اكس بلاس 24 الاكس بريشن ده متكون من 3 terms ادي term وادي another term والthird term بنقول انه هو second order عشان الباور عندي هنا بتاع الاكس از ايه از 2 بنسمي الاست تيرم اللي هو التيرم الفري اوف اكس اللي مافوش اكس بنسميه الابسليوت تيرم طيب الاكس بريشن ده جز ازاي الاكس بريشن ده جايلي من التوبراكت سيدول اكس بلاس 6 and اكس بلاس 8 and اكس بلاس 4 لو رجعنا عندي لبريب 1 ونعمل عملية ملتيبليكيشن للتوبراكت سيدول حتلاقي ان الاكس تايمز اكس يديني اكس سكواجرد بلاس اكس تايمز فور يديني 4 اكس سيكس تايمز الاكس يديني 6 اكس سيكس تايمز فور يديني 20 ايه 24 وبعد كاني عمل كومبايينج اللي like terms يبقى عندي هنا اكس سكواجرد بلاس 10 اكس بلاس 20 ايه 24 ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا عندي two first order expression لما امعتولهم ملتبليكيشن اداني second order expression يبقى الليسون بتاعنا النهاردة هنتعرف فيه ازاي نعمل expansion لل second order expression ل two first order expressions طب ده هيفدني في ايه؟ هيفدني لما اجا خش في الدرس بتاع الاكواجين وساوي الاكس بريشن بالزيرو اقدر احل الاكواجين عن طريق ان انا اعرف the first order expressions بتاعتهم وزا ما اخدنا في الترمو اللي فات ان انا بقى كده باجا حلاها واقول ياما الفيرست براكت اكوال زيرو ياما الساكن براكت اكوال زيرو وطلع the two values بتاعت الاكس اللي بي ايه اللي بيحلو الاكواجين يبقى احنا بنتعلم ليه نعمل factorization بنتعلم factorization علشان نعرف ازاي نحل quadratic equation او second order equation طيب بالنسبة لل two brackets دول التوب راكت دول لهم اسم لازم تكون عارفوا دول بنسميهم factors يعني expression ده لي two factors ليه لي two factors عشان هو second ايه؟ second order زي مثلا ما يكون عندك 10 التن دي عبارة عن one times 10 او عبارة عن two times a times 5 يبقى انا بقول ان الone والتن factors mean للتن والtwo والfive factors mean للتن يبقى احنا في seven lessons دول هنحول second order expression ل two first order expressions هيكون عندي مجموعة من الصور اللي هيجيلي عليها الexpressions وكل صورة من دول هناخد لها درس ايه منفصل هنشرحوا ونحلها لما بعضين نرجع لليسون one الصورة اللي هيجيلك عليها second order expression واللي انت هتعرف منها ان هي ليسون one هتلاقي ان الex squared معهاش اي حاجة ايه جنبها يعني الفاكتور بتاعها is one وحتلاقي الex ايه؟ الex موجودة وفيه عندي رقم قابليها والabsolut term ايه؟ موجود طيب تعالوا مع بعضين نشوف ازاي هنتعامل مع المسألة وحنفكها ازاي؟ يعني انا عندي دلوقتي اهو انا عندي x squared plus 10x plus 24 ازاي الشكل ده هقدر اوصل بي للtwo factors لما هنيجي نتعامل مع المسألة هنتعامل معها على جزئيتين اول جزئية عندي في المسألة ازاي هنوزع الصين ديت الجزئية التانية عندي في المسألة ازاي هحصل على الطو نمبر زدول طيب طيب مع بعضين نشوف الاحتمالات اللي ممكن تجيلي فيها السينز بالنسبة للمنظر ده انا ممكن يجيلي هنا plus وهنا plus وممكن تجيلي بالشكل ده x squared وعندي هنا 10x وعندي هنا 24 ممكن يجيلي هنا plus وهنا ايه؟ وهنا minus يبقى اول احتمالين عندي ان ممكن تجيلي السين هنا plus ومرة هنا plus وهنا minus وممكن تجيلي بالمنظر ده 10x minus 24 وممكن تجيلي x squared minus 10x minus 20a 24 يعني اما الصين تحت الابسوليوت تيرم حجيلك positive والتو سينز هنا مرة positive مرة negative يعني اما حجيلك الصين تحت الابسوليوت تيرم negative والايه والتو سينز دول واحدة positive واحدة negative طيب في 4 cases دول انت عارف ان لازم الحل يطلع معاك 2 brackets وعارف ايه كمان ومتأكد ان كل bracket موجود في ايه لازم يكون في اكس عند اكس هنا في اكس وهنا في ايه وفي اكس تمام كده يبقى انت بايدو فولت لما تجيلك المسألة دي كده هتفتح 2 brackets وتحط اكس وايه اكس واكس اول خطوة بقى ازاي هاوزع الصينز في البركت دي يبقى انت اول نقطة في المسألة التاني جزئية ازاي هاوزع النمبرز بتوين ايه التو براكتس دول طرمع وبعدين هنشوف اول جزئية في المسألة اللي هي ازاي هنحدد الصين انا عندي هنا اكس سكويرد بلاس 10 اكس بلاس التوينتي ايه التوينتي فور انا عارف انه هيديني هنا تو براكتس وعندي اكس وايه اكس واكس الرول بتقول لي نروح على الابسلوت تير ونشوف الايه الصين بتاعته الصين بتاعته عندي هنا ايه بوزدف طالما لقيت الصين بتاعت الابسلوت تير بوزدف يبقى على طول التو صين بتوع التو براكتس زي ايه زي الميدل تير يعني الميدل تير ما عندي هنا ايه بوزدف يبقى على طول انزل هنا الصين عندي هنا بوزدف والصين عندي هنا تنزل ايه تنزل بوزدف طيب الحالة التانية اللي عندي لو جالي اكس سكويرد خاصة تين افس الطين you learn VR ملك vê طيب اناتفقنا عندي 2 رابتس هم عندي اكس واكس ا теперь نذهب على الابسلوت تير والابسلوت تير ما عندي الصين عندي الصين عندي الصين و tiempo في التالي التو صين ذال stick اذا обнаружوا هنا وانزل هنا بوجود وبعد اعطله وانزل هنا بوجود وانزل هنا بوجود وانزل هنا بوجود يبقى لو لقت على طول الابسولد تيرم بوزتيف يبقى الـ 2 براكتز الصين بتاعتهم زي الـ A زي الميدل تير طيب نيجي بعد كده لو جاتلي كده لو جالي X سكويرد بلس 10X مينس 24 ولو جالي X سكويرد مينس 10X مينس الـ A 24 ادي الـ 2 براكتز وعندينا X X X X and A and X بالنسبة للحالتين دول طالما الصين تاعت الـ absolute term is negative يبقى على طول الـ 2 براكتز بغض النظر عن الصين دي خالص اول ما شوف هنا negative يبقى على طول الـ 2 signs positive negative واحدة positive وواحدة ايه واحدة negative طبعا الحالة دي سهلة يبقى اول ما شوف negative ماليش دعوة بدي خالص يبقى هنا باخد قراري من اول مرة positive negative positive negative لكن في الحالة لما بيجيلي هنا sign positive انا باخد قراري على مرحلتين لا اول مرة بروح الاقي positive ينفع احط الـ 2 positive لا لازم اروح ابص على middle term طالما positive يبقى لـ 2 positive طالما negative يبقى لـ 2 negative طيب بالنسبة للحالة دي لا انا باخد قراري من اول مرة اول ما اروح ابص لـ absolute term is negative يبقى عطول واحدة 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 طب كده انا عملت ايه كده انا خلصت اول جزئية في عملية الفاكتوريزيشن الا وهي تحديد الصعيد طيب الجزئية التانية ازاي هجيب النومبرز اللي نكتبها هنا في طلبة كتير ممكن يجبوها بمجرد النظر يعني ممكن يحلها كده في دماغه ويعرف ايه الفاكتورز اللي هي تديني 24 واعمل عليها عملية معينة يديني التاني طيب احنا عايزين ناخد طريقة systematic بحيس انه نقدر احل المسألة دي من غير مطلقة نعمل ايه تاخد الـ absolute term تجيب كل الفاكتورز بتاعه اول حاجة اعملها اعمل 24 divided 1 يديني ايه يديني 24 يبقى اول حاجة تعمل divided 1 طيب بعد كده 24 divided 2 ينفع divided 2 اه ينفع 24 divided by 2 يديني كام يديني 12 طيب وبعد كده 24 ينفع divided 3 ينفع يبقى يديني 8 طيب بعد كده 24 divided 4 يديني كام يديني 6 طيب اشتغل لحد امتا 24 divided 5 تنفع 24 divided 6 يجيب انت تعمل 24 divided 6 يديني 4 يبقى تتكرر معك يبقى انا ماينفعش اعمل division على number greater than حاجة جاتلك هنا يعني هنا طالما اطلع 6 هنا ماينفعش انا هنا ازود عن الايه ماينفعش حتى اخدها ماينفعش اخد 6 or more ماينفعش وبالتالي يبقى انا الفاكتورز التاعتي بتاعت 24 مين هم بقى 1 24 2 12 3 8 4 4 and 6 هي دي الفاكتورز اللي انا هبتدى اشتغل عليها في حل المسألة نرجع بقى بالنسبة للكيز دي انا شايف هنا ايه انا شايف plus يبقى اسأل نفسي سؤال ايه هم الصم بتاعهم يديني number ده مين هم هنا الصم بتاعهم يديك ال 10 واضح طبعا ان هم 4 وال 6 و 11 و يبقى الكيز اللي تنفع معي هنا 4 و 6 يبقى حط هنا 4 و 6 طبعا لو خطيت هنا 6 و 4 2 ز c طيب بالنسبة للكيز دي انا شايف هنا ايه انا شايف هنا بوسط يبقى اسأل نفسي نفس السؤال ايه هم هم الصم بتاعهم يديني 10 ماليش دعوه بالساينز لان الساينز عملتها في اول خطوة وزعتها واضح اللي هم مين برضو الفور والاي الفور والسيكس طيب بالنسبة بقى للكيز داي هقول ايه ابص هنا لقي مين لقي مين يبقى اسأل نفسي السؤال ايه هم ال اللي بتاعهم او يديني 10 اللي هو مين مين في دول هنا واضح ان هم خط بقى انا بحط هنا ليه Woole اللي هي مع بتاع يعني عندي هنا بحط مع بحط هنا وحط هنا طيب الحالة دي اللي هيتغير هل الحالة دي زي الحالة دي لا هيتغير معك ايه وضع في انا عندي هنا بتاع يبقى مع البركت اللي فيه يبقى هنا التولف وهنا وهنا التولف لو جيت كل الفاكتورز دي عملت لها مرتبليكيشنز حيديك طيب بسرعة كده هنلخص اللي احنا قلناه انا بحل المسألة بتاعتي على جزئين اول حاجة بنحدد الصين طالما الصين عندي هنا يبقى روح ابص على الميدل تيرب لقيتها بوسط يبقى الاتنين بوسط لقيتها نيجاتف يبقى الاتنين نيجاتف الكيز التانية لو لقيت هنا ايه نيجاتف لقيت نيجاتف على طول تروح تحط واحدة بوسط في واحدة نيجاتف ريجاردينج الايه الساين اللي عندك هنا دي اول خطوة تاني خطوة تيجي عالابسولوتر تجيب الفاكتورز بتاعته كلهم الرول اول حاجة اعمل بعد كده لو ينفع اعمله اعمله اشتغل عليه طب لحد امت اشتغل عليه لحد اما اجيب اعمل على نمبر ولاقيه اكبر من الفاكتور بتاع اقف يعني انا هنا في الحلقة دي ديفايد فايف ماينفعش ديفايد سيكس مااخدهاش عشان السيكس طلعتلي ايه طلعتلي هنا طيب بالنسبة ايه ما اجيب احطوهم في البراكتز اجاس قال نفسي ايه هم التو نمبرز اللي الصم بتاعهم يديني تان اجاس قال نفسي ايه هم التو فاكتورز بتاعهم او الدفرنس بتاعهم ستان حلق الايه ايه التو والتو والذي والرول بتاعتي بتقول لي هنحط الجريتر فاكتور مع الايه مع الصيم بتاعتي الايه ال middle turn نحن سمع وعلينا نشوف اكزامبل وان بيقوللي فاكتورايز ايه تشوف زا فالوان ان هنا مجموعة افكار فالايه في الايه في الاكزامبل زي عسين اننا خبا لنا مانه هنا بيقول لي اكس سكويرد بلاس 56 مينوز 15 اكس الغريب عندك في المسألة دي الغريب انها مش بترتبها نحن متعودين ان X² في الاول والمدل ترم هو في ال X وبالتالي اعمل ايه لازم رتبها الاول يبقى انا عندي هنا ما جاء رتبها يبقى عندي هنا X² minus 15 X plus A plus 50 56 يبقى اول حاجة تاخد بدك منها لو جاء لك الإكسيبراشن مش بترتب رتبه طيب نعمل فكتوريزيشن ازاي اقوم انتوب راكتس بتوعي خط X و X هروح ابص هنا هلاقي بوزيتف يبقى على طول ال 2 signs دول زي الميدل تربي انا عندي نيجاتف وعندي ايه وعندي نيجاتف طيب اجزة احدد ال 2 factors دول اشتغل على ال 56 اول حاجة اقول 56 divided 1 يديني ال 56 56 divided 2 هيديني 28 56 divided 3 ما ينفعش لان ال 6 وال 5 الصم بتاعهم 11 وطالما الصم مش divisible اه ما ينفعش النمبر كله يبقى يبقى يديني هنا عندي هنا وان يبقى عندي هنا 14 بعد كده 56 divided 5 ما ينفعش divided 6 ما ينفعش يديني ايه ال 8 هجعمل divided 8 يديني 7 يبقى هتتكرر معي بقى ايه يبقى ما اخدهاش يبقى الفاكتورز بتاعتي ال 1 وال 56 ال 2 وال 28 ال 4 مع ال 14 وال 7 وال ايه وال 8 طب الحل بتاعنا عبارة عن ايه اسأل نفس السؤال ايه هم ال 2 فاكتورز مشكلة طب نيجي المسألة اللي بعديها بيقول لي x squared plus x y minus 12 ايه 12 y squared تلاحظ حاجة الاكسيبريشن ده it is not in one variable الاكسيبريشن ده ده ايكسيبريشن in two variables x and y هيختلف ايه مش هيختلف كتير هنعمل بردك two brackets هنخط هنا عندي الاكس وعندي هنا الايه وعندي هنا الاكس الاختلاف ال second order اكسيبريشن in two variables ان انا هحط هنا y وإيه هحط هنا y ووي طيب نيجي نتشوف الصين بتاعتنا الصين عندي هنا is a is negative يبقى على طول من غير ما فكر احط واحدة بوصدف واحدة ايه واحدة negative نيجي وعا كده نشتغل على 12 ونجيب الايه ونجيب الفاكتورز بتاعتها يبقى اول 12 divided 1 يديني 12 12 divided 2 يديني 6 12 divided 3 يديني 4 ماينفعش اخد 4 وقرر عشان جات لي ايه عشان جات لي هنا وبالتالي الفاكتورز عندي تاعت 12 1 12 2 6 3 and 4 وبالتالي هسأل نفس اسأل ايه هم 2 فاكتورز قال لي الديفرنس بتاعهم يديني مين يديني 1 لان عندي هنا 1 الفاكتور هنا 1 ما يكتبش الديفرنس التامعهم 1 يبقى 3 and 4 ينفع حطهم كده ماينفعش لان روب بتقول لي حط لي مع الساين اللي زي بتاعت الميدل تير هنا بوسط يبقى حط هنا 4 وحط هنا 3 نشوف الفكرة اللي بعديها انا عندي هنا 3 A 3 plus 9 A squared minus 120 A نجي نبص نلاقي هنا من 3 A من 3 D D D بس تاخد بالك من حاجة في عندي بعض المسائل اللي انت محتاج تاخد فيها common factor عشان توصل بيها لل second order تلاحظ الات تلاحظ ان انا عندي هنا في A وعندي هنا في A وعندي هنا في A common فيها كمان انا عندي هنا 3 9 divisible by 3 100 20 انا ممكن ااخد برضو 3 دي برضا كاخد برة A برة common يبقى انا ممكن ااخد 3 common as a common يبقى ممكن تتحول المنظر ده يبقى 3 A وبعد كده اخد كده يبقى لما اخد من هنا 3 A يبقى A squared لما اخد من هنا 3 بالدفجن من 9 يدين 3 والA squared يدين A عندي هنا minus لما اخد ها يبقى عندي 120 لما اخد منها 3 بالدفجن يدين هنا A يدين 40 جميل قوي يبقى نما اجعل factorization هعملها المين A squared plus 3 A minus A minus 40 لو اتنسى 3 اتحط هنا برا وعندي اعمل 2 هعمل A طبعا ما كان A نجي نحدد negative يبقى اعطو positive negative واجه اشتغل بقى كده على 40 يبقى عندي 40 يدين عندي 40 يدين عندي 20 ما ينفع 40 يدين 10 40 divided 5 يدين 8 6 ما ينفع 7 ما ينفع 8 تكرر يبقى انا كده ايه يبقى انا كده خلصت عملية الفاكتوريزيشن لل absolute term يبقى عندي الفاكتورز عندي 1 مع 40 وال 2 20 وال 4 10 وال 5 and 8 واجهل نفس السؤال يسأل نفسنا كل مرة ايه هم 2 فاكتورز اللي الديفرنس بتاعهم يديني يديني 3 طبعا واضح انه هم 5 وال8 والرول بتقول يحط الى مع الساين اللي زي الميدل تير يبقى 8 مع ال 5 مع 8 مع 8 خد بالك انت عندك هنا 3 فاكتورز ليه 3 فاكتورز عشان عندي هنا ايه باور 3 من هم 3 فاكتورز ادي فاكتور ودي انا ازر فاكتور ودي ايه ودي السر فاكتور طبعا نيجي اللي بعدها الفكرة اللي بعدها ما تيجي تبص على تحس ان هي م لا هو في الاول لازم اعمل ام واضحت معاك طبعا المسألة نعمل طبعا في الاكس زي ام مش فرقة كتير كلهم انا هاخد انا ام وهنا ايه هنا ام نحدد انا 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 ايه يبقى على طول بغض النظر عن هنا ما بصش هنا حطوا واحدة بصطف والتانية ايه والتانية واجه اشتغل بعد كده على مين على اجي احنا اقول 18 يديني 18 18 يديني 9 18 يديني 18 يديني 5 يديني 3 يقررت انا كده خلصت الشغل بتاع في من هم 2 فاكتور اللي يديني 7 واضح انه هو طبعا الطول 9 هنا 17 9 7 3 يبقى هم دول 2 فاكتور اللي انا عايزهم طيب الرول حط الجريتر مع البركت اللي فيه السين اللي زي الميدل تير يبقى مع البلاس يبقى هنا 9 وهنا 2 طيب الفكرة اللي بعد كده ممكن يجي لك ولكن هنا هل ممكن اعمل 2 براكت اه هنا هتعمل 2 براكت بس عاملين كده بدل ما حط هنا اكس احط اكس ايه اكس ايه وهنا اكس ايه سكويرد والواي هنا يبقى هنا وهنا ايه وهنا طيب تعال نوزع السين تبص هنا على الترم ده تلاقي يبقى على طول واحدة بوسط بواحدة ايه وواحدة نيجاتيف طيب تعال نشتغل مع بعضين على التن ديت يبقى انا عندي هنا تن يديني تن تن يديني الايه يديني الفايف ماينفعش ماينفعش القرارة يبقى انا كده خلصت خلاص مش هشتغل تاني يبقى الفاكتورز عندي وان وتن وتو فايف هما دول اللي انا هحدد مين ينفع معايا هنا نيجي نشوف مين هما التو فاكتورز الماينس بتاعهم او بتاعهم يديني يديني واضح طبعا اللي هي التو ايه والفايف تبص على الكبير اللي هو الفايف احطه مع مين مع اللي في نفس اللي زي الميدل تيرم يبقى احط الفايف ايه بحط هنا ونحط ايه ونحط طبعا مع بعضين نشوف اكسرسيز وان بيقول لي فاين تو نمبر ستش زد زر برودوكت ايكوال سير تي زر سم ايكوال اول حاجة لازم اعملها لازم النمبر ده اطلع الفاكتورز ايه الفاكتورز بتوع عرفنا ازاي بينجيب الفاكتورز اول حاجة بعمل divided divided one 30 divided one is 30 30 divided two is 15 30 divided three يديني 10 divided four ما ينفعش divided five يديني six 30 divided five يديني 6 ما ينفعش بقى 30 divided six ايه عشان طلعط لي الناحية ويبقى الفاكتورز بتوعي ال 1 مع 30 وال 2 مع 15 وال 3 وال 10 وال 5 وال 6 هو بيقول لي عايز زر sum equal 11 ايه كونديشن اللي هو عايزه هنا عايز نزر sum equal 11 نيجي نبص هنا على الفاكتورز اللي الصم بتاعهم equal 11 نلاقي 5 و 5 و 6 يبقى 2 نمبرز عندي هنا or 5 and a and 6 طيب نيجي نشوف اللي بعدها بيقول لي عايز 2 نمبرز نساطش زاد زر product equal cam 12 سيبك من الصم دلوقتي الاول ناخد 12 نجيب لها الايه الفاكتورز بتاعتها يبقى 12 divided 1 equal cam equal 12 12 divided 2 equal 6 12 divided 3 equal cam equal 4 ماينفعش نعمل 12 divided 4 عشان خاطر هي جاتلي هنا يبقى انا عندي ال 1 مع 12 وال 2 مع 6 وال 3 مع الايه وال 3 مع 4 طيب الكنديشن اللي عندي زر sum equal negative 8 negative 8 يعني ايه بص عندك هنا هتلاقي ال 2 وال 6 الاتنين يدوني كام الاتنين يدوني 8 وبالتالي لو انا قلت negative 2 عندي negative 6 يبقى الاتنين هيدوني negative A negative 8 يبقى 2 نمبرز عندي هنا negative 2 and negative A negative 6 نمبر 3 بيقول لي 2 نمبرز such as that the product equal negative 18 with sum 3 سبقى كون السم 3 دلوقتي ناخد ال 18 نشتغل عليها ونجب لها الفاكتورز 18 divided 1 is 18 18 divided 2 is 9 18 divided 3 equal 6 divided 4 ماينفعش 5 ماينفعش 6 مااخدهش عشان ايه خلصت كده العملية بتاعتي 1 مع 18 2 9 و3 و6 هبص انا في دول لما نيجي نبص بقى عندي اين هم الصم بتاعهم 3 لو جبت 1 والاتنين ماينفعش 2 9 هيديني 11 3 و6 هيديني 9 يبقى معنى كده ان فيه واحدة وما يخليه negative sign يعني اكني بقى اعمل مبين negative integer و positive integer يعني اكنها طيب لو هقول 18-1 17 9-2 7 6-3 يبقى 2 نمبرز بتوعي المفروض هيكون 6 و negative 3 ماينفعش نقول negative 6 و 3 لان الصم هيبقى negative 3 نبقى الى بعد كده بيقول لي 2 نمبرز such that the product equal negative 15 والصم negative 14 يبقى ناخد ال 15 نشتغل عليها يبقى 15 divided 1 يديني ال 15 15 15 2 ماينفعش 15 و 15 5 3 ماينفعش اخد ال 5 طبعا عشان تلاقيتلي هنا يبقى الفاكتور زي عندي اخد ال 1 مع ال 15 و 3 مع مين مع ال 5 طب مين فيهم ال 2 اللي الصميشن بتاعهم negative 14 معنا كده انه يكون في واحد فيهم بال negative طيب واضح ان ال 15 والا وال 1 هي اللي هتجيب معي negative 14 طب اخد negative 1 و 15 ولا negative 15 و 1 لا ناخد negative 15 وال 1 عشان الصميشن بتاعهم يكون negative 14 1 يقول لي فاكتوريز اتش فاكتوريز اتش اكس سكويرد بلاس 8 اكس y بلاس 15 ماينفعش سنعمل عليها يبقى 15 علاونا يدمي 15 15 غير 5 غير 5 غير 5 غير 5 يبقى انا لدي 1 وال 15 وال3 وال 5 هذه الفاكتور بتاع مين بتاع ال 15 حسنا لدي هنا ن顧ر الفاكتور انا عندي با دفولت هيبع عندي ايه ؟ ايه ؟ ونقول ايه ؟ ايه ؟ نيجي نبص هنا نلاقي بوصف صين ده معناه ايه ؟ معناه ان الـ صين بتاعتهم زي الميدل ايه ؟ زي الميدل صين يبقى هنا بوصف و هنا ايه ؟ و هنا بوصف طيب انا بعمل ايه ؟ انا بعمل ايه ؟ انا بدور على 2 نمبرز الصم بتاعهم يدين 8 واضح انها 3 والا وال5 يبقى 3 & 5 طيب نيجي لبعدي كده x squared plus 11x plus 10 ناخد التن نعمل لها فاكتوريزاشن يبقى 10 divided 1 يديني 10 10 divided 2 يديني الـ 5 divided 3 ما ينفعش divided 4 ما ينفعش divided 5 ما ينفعش يبقى انا عندي الفاكتورز التاعتي ال 1 وال 10 وال 2 عند الـ و ال 5 طيب نيجي هنا يبقى عندي هنا با دفول 2 براكتز x و a x و x يبقى عندي هنا السين is positive يبقى معنى كده ان 2 براكتز زي المدل سين يبقى هنا بلاس وهنا ايه وهنا بلاس بدور على 2 نمبرز الصم بتاعهم يديني 11 واضح انها 1 والا 1 & 10 طيب اللي بعد كده نفتح 2 براكتز ادي عندي x & x عندي positive sign يبقى معنى كده ان السين دي هتنزل هنا وهنا يبقى عندي هنا negative a و negative و negative اشتغل على 12 12 divided 1 يديني 12 12 divided 2 يديني 6 12 divided 3 يديني a يديني 4 طيب بعد كده عندي الفاكتورز بتاعتي 1 12 2 & 6 3 & a & 4 انا بدور على 2 نمبرز الصم بتاعهم يديني 7 واضح انها 3 & a 3 & 4 نجي بعد كده x squared minus 17 x plus 30 يبقى عندي كده x x و x عندي هنا positive sign positive sign يبقى 2 signs دول زي middle sign يبقى negative و ايه negative و negative نجي نشتغل على 30 عندي هنا 30 divided 1 يديني 30 30 divided 2 يديني 15 30 divided 3 يديني 10 4 ما ينفعش 30 divided 5 يديني 6 دفايد 6 ما خداش حان اكرارت معايا يبقى عندي الفاكتورز بتاعتي 1 30 2 15 3 & 10 5 & a & 6 يبقى مين هما 2 نمبرز اللي الصم بتاعهم يديني 17 واضح انها طول ايه 2 & 15 اللي بعد كده نقبن 2 brackets x و x اجا بص على absolute term الاقي sign بتاعته is negative يبقى مني غير ما بص هنا على طول positive negative طيب نجي بعد كده نشتغل على مين على 14 طيب انا عندي هنا 14 divided 1 يديني 14 14 14 divided 2 يديني 7 divided 3 ما ينفعش 4 ما ينفعش 6 ما ينفعش 14 divided 7 ما اخدهش انتكررت يبقى ها دي الفاكتورز اللي هشتغل ايه هشتغل عليها 1 و 14 و 2 7 بدور على 2 منهم يديني 5 واضح انها 7 و 2 عندما اخدت 7 و 2 اخدت بالي ان الرول بتاعتي بتقول لي greater number is the sign similar to middle term يبقى هنا عندي 7 تنزل مع البوستف عشان middle term الصين بتاعه بوستف وهنا 2 طيب نيجي هنا x و x هنا negative يبقى بوستف نيجي اشتغل على 12 12 نحن اخدانها من شوية نعملها ثاني 12 divided 1 12 12 divided 2 6 12 divided 3 equal 4 و خلصنا ناخدش بقى الفور عشان ايه اذا ما قلناك كررت طيب مين هما 2 numbers السبتراكشن بتاعهم يديني 4 واضح ان هي 6 وال 2 الجريتر عندي هنا 6 يتحط مع البوستف عشان هنا ايه بوستف يبقى 6 وهنا 2 طيب اللي بعادية 2 brackets x و x بوستف negative ليه عشان لقيت هنا ايه negative طيب ناخد السكستين نشتغل عليها سكستين divided 1 يديني سكستين سكستين divided 2 يديني 8 سكستين divided 3 ما ينفعش divided 4 يديني 4 خلاص طالما تكررت خلاص يبقى انا عندي الفاكتورز بتاعتي 1 والسكستين 2 وال8 4 and 4 بندور على مين بدور على 2 numbers السبتراكشن بتاعهم يديني 6 واضح ان هي 8 والA وال2 وال8 تبقى مع الصين دي بقى 8 هنا وال2 ايه وال2 هنا هنا عندي x وx positive negative 10 عندي 10 divide 1 يديني 10 divide 2 وانا عندي 1 وال10 وال2 الايه وال2 وال5 بدور على 2 numbers السبتراكشن بتاعهم يديني 3 واضح ان هي 2 وال5 طيب الجريتر مع مين مع ال negative يبقى هنا ال5 وهنا الايه وهنا ال2 exercise refactorize each of the following اول واحدة بقول x squared plus 5 x y plus 6 y squared اللي بيفرق الاكسرسيز ده عن الاكسرسيز اللي فات الاكسرسيز ده انت عندك second order expression in two variables في الحالة زي دي احنا كنا بنعمل كده بنقول ان انا ها open two brackets هحط هنا اكس وهنا اكس وهحط هنا واي وهنا ايه وهنا واي ده الديفرنس ما بينها وما بين الايه الاكسرسيز اللي فات طيب بالنسبة للسين سابتة مش هتغير انا لدينا plus يبقى ان عندي two terms زي middle sign يبقى ان لدينا plus وهنا ايه وهنا plus نيجي نشتغل على six six divided one يديني six six divided two يديني three تكرر يبقى انا هقف على ايه هقف على كده يبقى انا عندي بدور على two numbers الصميشن بتاعهم يديني five واضح ان هي two three يبقى انا two هنا ايه وهنا three طيب نيجي هنا نفس الكلام هابن two brackets هاقول ايه وعندي هنا ايه وهنا عندي البي نشتغل على 30 divided one يديني 30 30 divided two 15 divided three يديني 10 divided five يديني six 30 divided six يديني five اتكرر ما اخدهاش انا عندي الone والثيرتين الtwo والثيرتين الthree والثيرتين الfive والثيرتين انا ادور في المجموعة دي من الtwo numbers اللي الصم بتاعهم يديني 11 واضح انها الfive والثيرتين طيب انا عندي طبعا السين بلاس وبلس وانا عندي الfive وانا عندي ال six طيب هل مش ممكن احنا لها بسرعة كده اقول اني 30 عبارة عن five times six وعندي ال 11 يبقى فعلا الصم بتاعهم يديني 11 يبقى اخد ال five والثيرتين انا طبعا مش شرط اعمل كده انا الكلام انا بشرحه المين اشرحه للطالب اللي مش قادر يوصل لها بسرعة لكن انت ممكن توصل لها او ما تبصلها على طول يعني مثلا هنا انا ال 10 واضح ان ال 10 two times five والدفرنس بينهم سري لكن في ناس ممكن ما توصلش لازم نعمل الخطوات دي بالترتيب انا عندي هنا كده هنا b وعندي هنا c يعني plus minus طبعا عندي ال 10 ال 10 يعني two times five والدفرنس بينهم يديني سري طبعا يبقى طبعا هنا عندي a و a وعندي b و a و b هنا minus يبقى عندي plus و minus 48 ناخدها نشتغل عليه divided one يديني 48 48 divided two يديني 24 48 divided 3 يديني يديني سكستين 48 divided 4 يديني 12 48 divided 5 ما ينفعش divided 6 يديني 8 48 يديني 8 ممكن ال all possible solutions اللي ممكن ايه اللي ممكن انا اشتغل عليه طيب انا بدور على اثنين منهم السبتراكشن بتاعهم يديني 22 واضح طبعا انها 24 والايه والتو 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 x x y y مينس ومينس 36 ممكن اجابها بسرعة وانت عايز حكا توصل لل15 واضح ان هي ممكن نقول 3 x 12 ممكن ان تقول 3 على طول وهنا 12 معرفت اشتجابها 36 تجيب لها كل الفاكتورز بتاعها ثم نيكي هنا A و A B B plus يبعي هنا إذا مينس منس 42 هنا ديفا 1 يديني 42 42 ديفا 2 يديني 21 42 ديفا 3 يديني 14 42 ديفا 6 يديني 7 42 ديفا 7 يديني 6 ما أخذهاش يبقى هم دول اللي هبص ايه هبص فيهم طيب انا بدور اعطونا البلس التاحهم يديني 13 واضح ان هي 7 والA وال6 يبقى عندنا ال6 والA وال7 طيب اللي بقى عليها خط هنا كده عندي X و X Y and A and Y هنا مينوس يبقى بلس مينوس على طول 24 يبقى عندي 24 divided 1 24, 24 divided 2 12, 24 divided 3 is 8 24 divided 4 equal 6 divided 5 ما ينفعش divided 6 يديني 4 يكررد خلاص هم دول اللي خبص عليهم مين هم ال2 نمبرز اللي المينوس بتاعهم يديني 5 يبقى 3 وال8 وال8 طبعا مع النجاتف هنا يبقى عندنا ال8 وهنا وهنا 3 طيب نيجي هنا ادي عندي X و X و ادي عندي Y و Y عندي هنا مينوس يبقى عندنا بلس مينوس ال18 divided 1 يديني 18 18 divided 2 يديني 9 18 divided 3 equal 6 divided 4 ما ينفعش divided 5 ما ينفعش divided 6 يديني 3 قررت يبقى عندنا بلس مينوس من هم ال2 نمبرز اللي ايه اللي المينوس بتاعهم يديني 7 و ادي عندي 2 وال9 وال9 مع دي يبقى 9 هنا وال2 ايه وال2 هنا اكسرسيز 4 يقول لي فاكتوريز ايه تشاهد 15 A plus A squared minus 34 تلاحظ ان مش مترتبة لان لازم السكند اوردر يجيلي فين يجيلي في الاول واضح طبعا ان كل اكسرسيز بتدي يعرضك لفكرة جديدة الافكار اللي في الاكسرسيز ده ان انت لازم في الاول ترتب ترتب terms descendingly يبقى عندي هنا في الاول هيبقى عندي A squared plus 15 A minus 30 A 34 وعمل 2 brackets بتوعي A عندي minus يبقى plus minus واشتغل على 34 34 divided 1 يديني 34 34 divided 2 يديني عندي 17 34 divided 3 ما ينفعش هتشغل ايه طبعا ان انت مش مقبول اخلا 34 هتلا divided 17 equal 2 ما ينفعش اخدي حشان اتكررت يبعا عندي 2 factors اللي هشتغل عليهم 2 17 وان واضح ان المينس بتاعهم يديني 15 يبقى 2 17 وال 17 مع من مع plus نجي هنا نرتب برضو يبقى عندي a squared plus 22 a minus 75 22 طبعا السين بتاعتها سبزتب لو نجاتي في حيبان يبقى عندي 2 brackets هم عندي a minus يبقى plus minus 75 divided 1 يديني 75 25 divided 2 ماينفع divided 3 equal 25 divided 4 ماينفع divided 5 equal 15 20 عندما ترى ستجد انت هتوصل لحد 15 تجد 5 يبقى هم دول اللي انت هتشتغل عليهم ندور على 2 منهم 22 واضح ان هي 3 وال 25 يبقى هنا 25 وهنا عندي 3 اللي بعد كده نرتب عندي x squared plus 3 x minus 10 دي سهلة اللي يبقى عندي هنا x x 1 plus 1 minus 10 احنا عرفنا انها 2 times 5 مع الوقت حاول تحفظ الفاكتورز بتاعة absolute terms اللي بيجيلك دايما 10 2 times 5 يبقى طول هنا 5 وهنا 2 عشان توفر وقت عليك يعني مثلا هنا تبقى x squared minus 10 x plus 21 يبقى عندي x x x plus 2 minus 21 اشهر 3 times 7 عندما تظهر على الصم يديني ثاني يبقى عشتغل 3 و 7 نحن فاكتوريز h of the following نحن انظر هذا عندما تظهر هذا تجد ان الموضوع من force degree يعني ليس x squared خالص لكن ستلاحظ الآن ستلاحظ ان الميدل term جاء x squared مش x بس وبالتالي يبقى انا ممكن هنا في النوعية دي هعمل two brackets هحط هنا x squared وهنا x a x squared الفكرة دي لما تجيلك لما تيجي توزع x يبقى x squared x squared عندي plus يبقى plus plus يشتغل 18 18 divided 1 18 18 divided 2 9 18 divided 3 a 6 بدور على 2 منهم الصم بتاعكم 9 واضح ان هي 3 وال 6 يبقى هنا 3 وهنا 6 طيب اللي بعديها نفس الكلام انا عايزك تتعرف على الاشكال عشان تعرف المسألة بتاعتك يبقى يبقى نقسم L 3 و L A 3 ل عشان L A 3 عندي minus يبقى positive negative طيب 40 40 تتعي منين 40 تتعي ممكن 4 times 10 4 times 10 يديني 40 والسابتراكش بتاعهم يدين 6 يبقى هنا 10 عشان هي greater مع Sine وبقى المدل term وهنا A وهنا 4 طيب نيجي هنا نفس الكلام بس اخلي لك خلنا لك هنا 2 variables يبقى عندي هنعمل كده يبقى هنا A squared وهنا A squared هنا B squared وهنا A B squared minus يبقى plus A plus minus 56 أشهر شيئا يبقى 7 times 8 56 و minus 1 من الكبير A يبقى A A 7 exercise 6 نفس Factorize H 5 X squared minus 10 X minus 15 عندما تبقى تبقى X squared coefficient لي 1 coefficient 5 S 5 ف انت ممكن تفتكر ان هي second lesson الجاي هتلي زي كده بالظبط بس هنا تلاحظ حاجة تلاحظ انت ممكن تاخد common factor برا يعني لو خدت 5 common factor يديني جوه هنا X squared minus 2 X minus 3 هنا باخد 5 تطلع برا هنا يبقى ما كان ها 1 2 لما اخد منها 5 برا يديني مكانها 2 50 لما اخد منها 5 برا بالدفجن يديني 3 ستنسى 5 نعمل 2 brackets هم يبقى عندي X والA والX عندي هنا sign negative يبقى positive negative 3 1 times 3 مفيش غيرها و 3 2 يبقى عندي 3 وهنا 1 يبقى فكرة النواع دي من المسائل ان انا هاخد common factor between three terms لما ناخد 2 common factor يديني هنا A squared minus 14 A plus 40 A 48 لما نحن 48 انا اولا انا انا 2 brackets is negative انا انا A minus و انا A minus 48 مشهور جدا لها 6 times 8 يبقى اخدهم على طول 6 times 8 times 8 وال sum بتاعهم يديني 14 يبقى عندها هيديني X open bracket عندي هنا X و X plus minus نجيب 28 يبقى عندنا 28 divided 1 يديني 28 28 28 divided 2 يديني 14 28 divided 3 ما ينفع 28 divided 4 يديني 7 تكرر معاك انا ايه هدور في دول واضح ان يديني 14 يديني 14 7 يبقى احط 7 مع 7 هنا و 4 و 4 هنا نأخذ 3 as a common factor عندنا x squared هنا لما تيجي تبوس تلاحظ نعمش بترتبها عندما تيجي نرتبها يبقى يديني هنا 3 x squared minus 15x minus 42 3 x squared minus 5x خدت 3 common factor الـ 42 divided by 3 إضافي 14 سيعضي معي 3 سنقوم sub 2 X و X plus minus 14 أشخر لها 2 x 7 تحقق معي 4 x squared minus 15x niż愛 وضع أرتب المع aula نظري هنا ثم نرAir 3 x squared minus 15x squared plus 18 x . وممكن اخد 3 يبقى هنا يبقى هنا x squared minus لما أخد من ال 15 3 Catholic Church يبقى من 6 بقوة 18 ، وخلاص يبقى هنا يبقى 3x عندي ax و اكس. ماينس ماينس. ليه؟ هنا بلاس. يبقى 2 ساينز دول زي الميدل ساين. السيكس اشهر حاجة. يبقى 2 ايه? و 3. اللي بعديها. مترتبة. هنا ما اخد الكمون اخده نيجاتيف 2. يبقى ما اخد نيجاتيف 2. يبقى عندي هنا اكس سكويرد. لما اخدت نيجاتيف 2. يبقى يديني نيجاتيف 20. يبقى عندي نيجاتيف 2. يبقى عندي هنا اكس. اكس. بوزتف نيجاتيف. طبعا مشهورة جدا. الفورت تايمز الفايف. اللي حافز طبعا التايم تابل. دينية تبقى سهلة معك كتير او. الديفرنس بينهم بزوان. يبقى انا حط هنا الفايف وحط هنا الايه? حط هنا الفورت. طبعا. نيجي هنا. ناخد النيجاتيف ازا كومون. يبقى عندي هنا نيجاتيف. اغير بقى اصلا. ما اخد النيجاتيف كومون هيتغير السايم بتاع كل الترمز. يبقى عندي هنا. مينس ال 2x. مينس ال 60. ايه? 63. يبقى عديني هنا مينس. او بين تو براكتس. عندي اكس و اكس. عندي بوزتف نيجاتيف. واضح جدا. ان ال 63 عبارة عن 9. طايمز 7. والديفرنس بينهم 2. يبقى حط هنا 9. وحط هنا ايه? وحط هنا 7. اللي بعديها. هنا. ممكن تاخد ال b squared as a common. يبقى عندي هنا ال b squared. يبقى معي هنا. a squared minus 24a plus 140a and 43. طيب. دي صعبة شوي. مش باقينا. مش واضحة. ناخد ال 143 divided 1 يديني 143. divided 2 ماينفعش. عشان دي اولها قد. divided 3 ماينفعش. لان 3 plus 1 is 4 plus 4 is 8. الصميش عندي بتاع الدجت دي. مش divisible over 3. طيب. divided 4 برضو مش حينفع. divided 5 مش حينفع. divided 6 مش حينفع. divided 7 هنا 2 مش حينفع. divided 8 يبقى يديني مش حينفع برضو. divided 9 مش حينفع. وكزلك 10. divided 11. divided 11. divided 11. هيديني ايه? هيديني 13. وطبعا 12 مش حينفع. divided 7 دي 11. القرارة يبقى هم دول هتشتغل عليهم. لما ممكن ناخد ال 2 as a common. يبقى هنا عندي هنا 2. يبقى معي a power 4. minus 12. a squared. b squared. minus 13. b power 4. اللي هتقوى معي 2. open two brackets. a squared. هنا b squared. plus minus. 13. one times 13. والدفرنس يديني 12. يبقى 13 هنا. وهنا ايه? وهنا ايه? وهنا وانزا. ما تكتبش. exercise 7. factorize each of the following. بيقول لي x times x plus 7 plus 10. الشكل ده لما يجيلك في الاول لازم اعمل distribution لل x هنا وايه? هنا وهنا. طيب ليه قولنا ان ده نعمله factorization. ليه ما نقولش ان هو factorize ده اصلا. لان انا شايف x times ال bracket ده. اللي اعمل لي المشكلة في الترم ده. العلامة البلاث دي. لما يكون الترم معموله factorization. ما ينفعش تلاقي في addition ولا subtraction. لازم تلاقيهم كلهم حاجات معمول لهم ايه? multiplication. يعني زي هنا كده. انت عندك براكت اهو براكت تاني اهو. لو الحتة دي مش موجودة. يبقى دول كده معمولهم factorization. مين اللي بواز لي بقى factorization خالص. علامة ايه? علامة البلاث دي. تمام? يبقى انت لما تشوف لو شفت x مسلا times x plus 7. دي اصلا factorized. ما تجيش تقولي هعمل لها factorization. لكن اللي خلالك الموضوع هنا في مشكلة plus 10. يبقى انا هنا هعمل ايه? الاول لازم. اعمل multiplication. x times x squared. plus x times 7 plus 7x. plus مين? plus 10. نعمل اللي دي بقى factorization. ادي اكس واكس. هنا بلاث يبقى الصين هنا زي الميدل تير. هنا كده يبقى حط بلاث وبلاث. وعندي هنا ال 10 عبارة عن 2 times 5. يبقى هنا 2 هنا ايه? وهنا 5. يبقى الفاينال انصب بتاعتي x plus 2 times x plus 5. زي ما انت شايف 2 براكتز معمل لهم multiplication. اوكي. نجي اللي بعدين. نفس الكلام انا عندي مشكلة عندي في الايه? في الراكتز ده. ده لازم افردها. يعني هقول انها هتاقوال معي. x squared minus 4x minus 3 times x. يا minus 3x. خبلك النيجاتيف دي. احصل لها multiplication في الايه? في الناجاتيف دي. ناجاتيف times negative. يبقى plus a plus 6. نقوم باين دول مع بعض. يبقى هتاقوال مع بعض. يبقى هتاقوال معي. x. x. عالمة plus. يبقى minus minus. ليه? الاتنين زي الميدل تير. وواضح طبعا 1 times a 1 times 6. السميشن بتاعهم يبقى هتاقوال معي. همنيجي هنا. هعمل دول multiplication. a times a squared. a times 4b يبقى عندي plus 4ab. negative 4ab times a يبقى negative 4ab. وبعندي ده. times d يبقى عندي negative 16b squared. وبعا كده plus 6ab. ده كده يروح مع مين مع ده كده. يديني a squared عندي. نزبطها بقى نعدل وضعها. يعني نخليها مترتبة. نخلي ده في الآخر. يبقى plus 6ab minus 16b a b squared. الليه هتاقوال معي. نقوم باين ده كده. عندي a. وعندي هنا a. وعندي b. عندي هنا المينوس يعني plus minus. طيب. 16b. 16b. واضح ان هي عندي two times eight. والدفرنس يديني six. ويبقى عندي eight هنا. والtwo a. والtwo هنا. اللي بعديها. زي ما انت شايف حولت الاكسبريشن اللي في plus. الاكسبريشن عبارة عن two brackets مع ملون ملتوبليكيشن. هنا نفس الكلام. المشكلة عندي في الايه? في بلاس دي. يعني الحتة دي لو مش موجودة. كان ده كده كده فاكتورايز. طيب. ده هيديني الآتي. x squared times x. x power 3. هيبقى minus 23x squared plus 60a 60x. طيب. ناخد the x common. يبقى عندي x هنا times x squared minus 23x plus mean plus 60. طيب. تعال هنا ناخد 60. ده او . يعني الي 20. د بايد 4 يبقى عندي 15. طيب. يبقى عندي اين إنه % 15. جب. يديني 12. طيب. يبقى عندي. يبقى عندي 6. ما بين 10. يبقى عن premى 7. بعد 10 ما بينت الحالة. كما ينفع الشكل الثاني كل الموضوع التي ستعمل عليهم اشترون من يكلفهم كل السم من الثاني يقومونونونونونون وظفهم أنها من يلك 20 وإذا صادقونونين هي X X-20 X-A هذا الصادق لما يكونونونких طيب لو انا عندي النيجاتف دي مش موجودة يعني كلهم اعملوهم ملتبليكيشن كان هيبقى الاكسيبريشن دا كله فاكتورايزد لكن بسبب وجود النيجاتف صاين دي انا مضطر اعمل دي كمبينيشن تاني وجمع دي كمان وبعد اما خلصهم خالص حيطلع الاكسيبريشن اعملو فاكتورايزد شان من جديد يبقى عندي هنا اكس تايمز اكس اكس سكويرد اكس تايمز نيجاتف ناين اكس دا تايمز 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 مينوس 4 يبقى نيجاتف 13 ونيجاتف 2 يبقى نيجاتف 15 يبقى نيجاتف 15x وعندي هنا بوسط في 36 مينوس 10 يبقى plus 2026 طيب نيجي نشوف هنا يبقى عاملة كده x minus x minus 26 divided 1 equal 26 26 divided 2 equal 13 divided 3 مش هينفع 4 كذلك 5 وانت ماشي هتكرر معك 13 تاني يبقى نقفت على كده واضح ان ايه هم التو نمبرز اللي الصم بتاحهم يديني 15 واضح ان هي التو والسرتين يبقى حط هنا 2 وحط هنا ايه 13 exercise 8 يقول لي find the value of c such that the expression will be factorized then factorize it طيب لو ميجنعمل factorization هنا انا حيبقى عندي هنا كده x و x ده هنا minus يبقى عندي regarding sign دي يبقى هنا positive negative تعالي شو بال 15 divided 1 يديني 15 15 divided 2 ما ينفعش divided 3 equal equal 5 خلاص هم دول انت بتعمل ايه بقى انت دلوقتي بتدور على two numbers الديفرنس بتاعهم يديني مين يديني السي داية طيب من هم ممكن لو انا حطيت السي دي لو انا قلت 15 minus 1 يديني كام 15 minus 1 يديني 14 يبقى السي ممكن تكون كام ممكن تكون 14 طيب ممكن تكون ايه كمان السي عندي خبرك sign positive يبقى لازم greater هو اللي هيكون positive وممكن السي كمان تكون لما قولك 5 minus 3 is 2 يبقى ممكن السي تكون برضو ايه تكون برضو طيب لو في حالة لما يكون النهاية 1 و 15 ما اجعل لها factorization يبقى انا عندي هنا 15 وعندي هنا ايه وعندي هنا 1 طيب في حالة لو السي equal to لما اجعل لها factorization هتبقى x plus 5 و x minus الا minus 3 نقل اللي بعديها هنا يبقى عندي هنا x minus و x x minus طيب ايه اعمالي في السي داية هو المفروض ايه السي دا هيديني 2 numbers الصم بتاعهم يديني يديني 7 يعني هتي اي 2 numbers الصم بتاعهم يدي 7 معملهم multiplication يعني ايه لو قلتلك 3 times 4 يديني كم يديني 12 شغلا معي لو قلتلك 2 times five يديني كم يديني 10 شغلا معي لان الاتنين دول الصم بتاعهم 7 لو قلتلك 1 times 6 يديني 6 الاتنين دول الصم بتاعهم 7. ما ينفعش اخد بعد كده لان نبقى كده ايه? هيبقى 2 numbers greater than 7 اللي هو الصم بتاعه. يبقى لو اختارت مثلاً c ب12. يبقى لو c equal 12 لما اجعمل يبقى عندي هنا واحدة 3 والتانية ايه? والتانية 4 يبقى هنا c equal cam equal 12 لو c equal 10 هتبقى معي x minus 2 و x minus a minus 5. برضك تديني نفس الكلام طب لو c equal 6 تديني ايه? تديني x minus 1 والx minus a minus 6 نيجي اللي بعديها هنا يبقى عندنا y y minus minus. نيجي ناخد 29. 29 divided 1 is a is 29 طبعاً 29 ده براين يعني مش هينفع إلا على 1 يبقى هما دورة 2 factors a بتوعه يبقى الصم بتاعهم هيديني 30 يبقى عندي هنا c هتاقل كام هتاقل 30 يبقى هنا عندي 1 وهنا عندي 20 a 29 نيجي اللي بعد كده هنا عندي a و a هنا minus يبقى واحدة positive واحدة a و واحدة negative خبالك اللي موجود هنا ايه? اللي موجود هنا one يبقى أنا عايز two factors difference ما بينهم يديني ايه? يديني one طب ممكن يكون ايه? هتلي اي two factors ورا بعض يعني ممكن اقول لك مثلاً three times four equal count equal twelve دي تشتغل معي ايه تاني? four times five equal twenty تشتغل five times six thirty تنفع ممكن six times seven forty two ممكن nine times ten equal ninety كل دول يشتغلوا معاك طالما difference between two factors equal count equal equal one يعني مثلاً كده لو قلنا هنا مثلاً لو هناخد مثلاً thirty لو هنا c equal thirty يبقى احط هنا plus six تبقى هنا والfive تبقى ايه? لان a greater مع plus طب لو c equal 42 يبقى ايه plus seven وعندي هنا a minus a minus six طيب لو c equal 90 هيبقى عندي a plus 10 وعندي a minus a minus nine نجي نشوف complete بيقول complete x squared minus 11 x plus 18 equal a times a طبعاً فاكك هلك بدك two x وعمل لك كمان الصين يبقى نشوف 18 divided one يديني 18 18 divided two equal nine 18 divided three equal six يبقى عندي 18 والone two nine six and three مين هما the two numbers اللي الصم بتاعهم يديني 11 واضح هي the two and nine اللي بعدها طيب the we're going to do factorization طيب أنا عندي x يبقى نحط x plus يبقى عندي 2 زي ده يبقى plus plus 2 times a six two times a two times three طبعاً سهل أول حاجات دي هنا x squared لازم يكون فيه عندي طب مين ده ده الصم بتاع two factors يبقى عندي هنا 12 a 12 x يقول x minus two is a factor of the expression than the other factor is what احنا اتفاقنا عن the expression لما factorization البراكتس اللي بتطلع او small factors طيب تعال نعمل ده factorization يبقى ايه يبقى كده انا عندي x وعندي x plus يبقى اللي الصم بتاعهم يديني 8 واضح ان هي 2 times a 2 times 6 انا بحاول حل بسرعة معاك وده المفروض يحصل لقيت نفسك مش عارف خد 12 وهتلاها الفاكتورز بتاع ايه يبقى الاظهر factor is x minus a 6 طيب اللي بعديها x minus a is a factor of the expression ده طب ده نعمل factor x و x minus يبقى plus minus ال6 وضع 2 times 3 وهنا 2 يبقى x minus 3 نيجي اللي بعديها يقول لك fx plus y equal 4 x minus 1 equal 1 هات ل numerical value بتاع the expression ده واضح طبعا ان ده تعمل factor هيديك الاثنين دول تعال نتأكد x squared يبقى حط هنا x y squared يبقى y y هنا minus يبقى 1 plus 1 negative طبق 2 a times a ديني 2 والdifference يديني 1 هنا 1 واضح ان 1 times 2 والgreater مع plus يبقى 2 وهنا 1 مش هيك الكاتب لو هي ايكوال ايه تجي تبص على ده ده 4 تجي تبص على ده ده 1 يبقى 4 times 1 is 4 يبقى الexperation كله is 4 exercise 10 choose the correct answer from those given يقول الexperation ده can be factorized then a may be equal to what يبقى انا عايز 2 factors الصم بتاعهم 7 لما جيب 2 factors الصم بتاعهم 7 ال8 factors همين هقول 8 divided 1 is 8 8 divided 2 is 4 خلاص ماك هتتقرب نعندي ال1 وال8 وال2 وال4 هل في 2 factors منهم الصم بتاعهم يديني 7 مفيش طب نيجي نشوف 10 10 divided 1 is 10 10 divided 2 equal 5 5 هل في 2 factors يدوني 7 اه في 2 factors بتاعهم 7 اللي هم 2 5 يبقى فعلا ال10 هي اللي ممكن تيجي مكان ال 18 تعندك 18 divided 1 18 وعندي 2 9 و 3 6 مفيش هاي صم صم هان 2 factors يديني 7 كذلك 49 هتليه برضك وش هايديك حق يبقى عندي هنا 10 The two factors الصم بتاعهم equal 3 طبعا ما ينفعش يكون 1 ابدا لان 1 times 1 is 2 طب ينفع يكون 2 اه ينفع يكون 2 لان 1 times 2 is 2 والصم يديني 3 طب 4 2 times 4 is 4 الصم هي 4 1 times 4 is 4 الصم يديني 5 فمش هتيجي معك غير 2 طبع 4 the expression can be factorized عشان نخلي factorized k doesn't equal to what k ما ينفعش تكون ايه طيب انت عندك هنا لازم اجيب factors two factors difference بينهم 1 تمام لو جيت اشوف المجموعة دي لو ليهم factors جايين من multiplication ل 2 numbers وربعة يبقى k هتمش معك يعني 12 تمش لان هي 3 times 4 times 4 خب بيقول لك doesn't equal 2 انا هشوف اللي مش هتمش 30 5 times 6 6 2 times 3 كل دول شغالين لكن ال8 ملهاش 2 factors وربعة ليه لانها جاي من 1 times 8 و2 times 4 يبقى لازم تكون doesn't equal to 8 اللي بعديها بيقول if the expression can be factorized than a equals 1 انا عايز حاجة times حاجة تديني 2 وال sum هيديني l-a طب a times a تديني 2 ما فيه 1 times 2 1 times 2 يديني 2 يعني ممكن انا عندي 1 times 10 equal 10 2 times 5 equal 10 ال difference between 1 10 is 9 9 تشتغل معي و difference between 2 5 is 3 تشتغل ايه تشتغل معي يبقى انا هل عندي هنا 9 لأ عندي 3 يبقى سريع اللي ايه اللي شارع طب نيجي اللي بعد يقول افزا اكسيبراشن ده كان بفاكتورايز دي بقى السي equal كان يديني 2 factors الملتبليكيشن بتاعهم يديني 12 والصم يديني مين يديني السي ده طب 12 عندي بتيجي منين 1 times 12 2 times 6 3 times 4 وخلاص كده شكرا طب الصم بتاع دول 13 الصم بتاع ده 8 الصم بتاع ده 7 يبقى لو واحدة منهم موجود ها نختار هيا وده الحال يبقى نختار 7 number 7 لما اجعل addition هيتضاف على مين هيتضاف على 5 يعني 5 لو زودت لها 1 تبقى 6 هل 6 لهم 2 factors البلاص بتاعهم يديني 8 طيب هنا بالنسبة لو زودنا 2 اه لو زودنا 2 وهنا 7 يمكن اقول ان عندي x هنا كده وx هنا كده وعندي هنا minus minus 1 7 لما اجعل سميشن 1 7 هيتضاف 8 يبقى تشتغل معي نجي نشوف exercise 11 area of rectangle is the expression dه and lense dه find each of its and its parameter in terms of x طب انا عارف ان area rectangle عبار عن multiplication times width وما موضي lense first order يبقى واضح ان width سيأتي من factorization dه يبقى انا سأقول x squared plus l6 x plus 8 لما اجعل factorization لازم هيدين 2 brackets x x plus plus لازم يكون ده واحد منهم طب l8 d بتيجي من 4 times 4 times 2 يبقى واضح ان width is x plus 2 2 طيب هو عايز بقى البرامتر يبقى البرامتر is twice lense plus width يبقى twice x plus 4 plus x plus 2 2 plus x plus x 2 x 4 plus 2 6 2 times 2 x 4 x 2 times 6 equals 12 cm 1 2 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 9 11 12 12 8 8 8 8 8 14 14 14 15 15 15 18 14 15 20 20 20 20 20 20 22 22 23 لك أنهي الفور والتو. ونحط الفور مع الساين دي يبقى الفور هنا. والتو فين والتو هنا. لان بقى نفردها لان عندي X-1 plus 2 وكننها X-1 plus 2 يبقى plus 1. وعندي هنا X-1 minus 4 اللي هي minus a minus 5. نقل اللي بعاديها. هنا عايزة اترتب. هي زي اللي فوق بالزبط يعني هنا الستجد. بدلا ما هو على X على طب تعال رتبها هيبقى عندي هنا negative A plus B square plus 3 A plus B plus مين plus 10 عندك مشكلة في negative لازم يكون يكون بصدف يبقى هاخد negative as a common وعندي هناك A plus B squared minus 3 A plus B minus 100 طب الnegative يفضل بر اعمل 2 brackets يبقى عندي هنا A plus B وعندي هنا A plus B هنا minus يبقى plus minus 10 A times A يديني 10 يديني 5 واضح انها 5 times 2 وال5 مع الnegative يبقى ال5 هنا وال2 هنا يبقى هاتاكوال معي على طول اشيل عشان كله عشان في علامة بلس هنا يبقى هاتاكوال معي الnegative يبقى عندي هنا A plus B plus 2 وعندي هنا A plus B minus A minus 5 نجلب عليه If x squared minus 2xy minus 3y squared equal 7 والx plus 1 equal 1 عايز الvalue of x minus 3y يبقى لما عمل ده فكتوريزيشن يديني كده x وx وعندي هنا Y وY عندي هنا منس يبقى plus minus A times A يديني 3 والدفرنس 2 واضح انها 1 times 3 وال3 تبقى مع negative sign يبقى 3 هنا وال1 هنا مكتبهاش عشان 1 الكلام ده equal cam الكلام ده equal 7 طب هو بيقول ان x plus y equal 1 يعني ده كده بايه؟ ده ب1 يبقى أنا عندي الـ 1 times x minus 3y equal cam equal 7 يعني الـ x minus 3y equal cam equal 7 ده اللي انت عايزه وبكده يبقى احنا خلصنا lesson 1 يا رب كروف متو كويس لازم تحله كتير على الفاكتوريزيشن مجموعة الدروس بتاعت الفاكتوريزيشن بتعتمد على مقدار حلك حلك كتير هتلاقي عندك مهارة في ايه؟ في ايجاد الحل بسرعة وبالتوفيق ان شاء الله موسيقى 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 موسيقى